السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أسئلة المتابعين هي كيفية إيجاد عدد أرقام حاصل قسمة قبل إجراء العملية يعني ما نحتاج أني نجري العملية باش نعرف حاصل القسمة تعيش حلفه من الرقم وهذا التمرين موجود في الكتاب المدرسي قسمة 2 أما هذا التمرين اللي حنحله الآن هو في كراس الأنشطة قسمة 2 صفحة 35 الآن يطلب مني في بعض التمارينات أني أجد أن أجد عدد أرقام حاصل قسمة قبل إجراء العملية وش نديروا؟ لدينا مثلاً هذه العملية الأولى 8954 قسمة 25 المقسوم هو 8954 نكتبه هنا تمانية آلاف وتسعمائة وأربعة وخمسون نستعمل طريقة الحصر لإيجاد عدد أرقام حاصل القسمة نوضع رموز الحصر ديالي وش عندي عندي قسمة 25 نضع 25 من هنا على اليسار و25 هنا على اليمين رايحين نضربوها إما في واحد من هنا واحد من هنا عشرة من هنا عشرة من هنا مئة من هنا مئة من هنا ألف لكن لماذا حنتضربوه؟ لأن بكل بساطة حاصل القسمة رح يكون ضرب 25 باش يساوي 8954 مثلاً عشرة قسمة 2 يساوي 5 إذن هذا كحاصل القسمة اللي هو خمسة هو رهو ضرب 2 باش تحصلت على المقسوم لهذا دت عمليات الضرب هنا أول خطوة أني نحط كأول خطوة نحط هنا واحد وهنا عشرة وعليش هنا واحد وهنا عشرة؟ أخبركم لأن هذا الحصر سيكون دائماً ما بين واحد وعشرة عشرة ومئة مئة وألف ألف وعشرة آلاف إلى آخره الآن لماذا من هنا واحد ومن هنا عشرة؟ لأن هذا الجهة تكون أصغر من هذه الجهة مثلاً نقول لكم خمسة عشر محصور بين عشرة متتاليتين عشرة نحطها من هنا وعشرون نحطها من هنا هذه الجهة الصغيرة وهذه الجهة الكبيرة الآن إذا فهمنا هذه الباقرة سيكون سهل جداً الخطوة التالية أني نضرب خمسة وعشون في عشرة كم يساوي؟ خمسة وعشون في عشرة يساوي مئتان وخمسون نحن نركز فقط من هذه الجهة ومن بعد نطرح السؤال على روحي هل صحيح أن يقول أن خمسة وعشونون في عشرة نقول بليرهي أكبر من تمن آلاف وتسعمائة وأربعة وخمسون هل ميتين وخمسين هذي هل هي صحيح كبيرة على تمن آلاف وتسعمائة وأربعة وخمسين؟ طبعاً لا لهذا أحتاج أنني نكبر العدد ندير صفر من هنا وإذا درت زد صفر هنا لازم نزد صفر آخر من هنا لأنه سياسة الميزة حتى ما يختلش التوازن من بعد كي نضرب خمسة وعشون في مئة تعطيني ألفان وخمسمائة من بعد بنفس الطريقة نطح السؤال على روحي هل ألفان وخمسمائة أكبر من ثمانية آلاف وتسعمائة وأربعة وخمسون الإجابة بقية لا إذن واش ندير؟ نزيد صفر آخر هنا وصفر آخر هنا من بعد نزيد نطرح نضرب تعطيني خمسة وعشرون ألف لأن خمسة وعشرون في ألف هي خمسة وعشرون ألف من بعد نطرح السؤال على روحي هل خمسة وعشرون ألف هل هي صحيح أكبر من ثمانية آلاف وتسعمائة وأربعة وخمسون الإجابة نعم كي نلحق للإجابة اللي نقول فيها نعم أتوقف عن إضافة الأصفار من بعد يقول لي عندي هذا المقسوم تعي محصور بين خمسة وعشرون القاسم في مئة وخمسة وعشرون في ألف إذن هنا يا الحاصل القسمة حاصل القسمة رح يكون إما مئة وواحد إما مئة واثنان مئة وثلاثة مئة واربعة مئة وخمسة إلى أن أصلت تسعمائة وتسعة وتسعون يعني رهو محصور بين مئة وألف مفهوم؟ إذن هذا يا أحيي مثلي لأن هذا يا هو القاسم وهذا رهو المقسوم وهذه مئة وألف بيناتهم رهو يوجد حاصل القسمة رح يكون من مئة وواحد لأنه أصغر تماما إذن رح يكون من مئة وواحد يعني الأكبر منه مباشرة حتى الأصغر من هذا لأني عندي هنا يا هذا يكون كبير إذن هذا يا حتى التسعمائة وتسعة وتسعون لأن باش نبسط الأمور نحسبه فقط عدد الأصفال اللي نتحصل عليها من هذه الجهة عندي صفر ثلاثة ثلاثة أصفار يعني حاصل القسمة عدد أرقامه شحال ثلاثة مفهوم؟ واحد ثلاثة الأصفار من هذا الجهة من جهة اليمين ثلاثة أصفار يعني أن حاصل القسمة عدد أرقامه هي ثلاثة أرقام نتحقق من العملية هنا بالحاسبة باش من نطولوش في الفيديو تمانية آلاف تمانية آلاف وتسعمائة وأربعة وخمسون قسمة خمسة وعشرون تساوي وكما تشاهدون هنا على الحاسبة يساوي ثلاثمائة وتمانية وخمسون ما نشوفوش هذه الفاصلة لأنها تعتبر باقي القسمة إذن هنا الحاصل هو ثلاثمائة وتمانية وخمسون كما رقم واحد مني ثلاثة ثلث أرقام بهذه الطريقة نحسب عدد أرقام أي عملية أو عدد أرقام حاصل قسمة لأي عملية قسمة نزيد مثال ثاني هذا سبعة وأربعون ألف ومائتان وثمانون نحطه هنا في الوسط سبعة وأربعون ألف ومائتان وثمانون ندير رموز تعل حصر نحط القاسم من كل جهة تمانية وأربعون من هنا تمانية وأربعون من هنا عملية ضرب لأن حاصل قسمة ما هو إلا عملية ضرب في القاسم تحصل على المقسوم عملية ضرب من هنا نبدأ في أول خطوة واحد هنا وعشرة من هنا من بعد نقوم بالعملية تعنا تمانية وأربعون في عشرة تعطيني أربعمائة وثمانون أطرح السؤال هل حقيقة أربعمائة وثمانون أكبر من سبعة وأربعون ألف ومائة وثمانون طبعا لا هنا تبدأ عملية إضافة الأصفار كل ما نضيف السفر من هنا نضيف السفر من هنا ونضيف السفر هنا لأني حنضرب فيه مئات اللي عندي أربعة آلاف وثمانمائة أربعة آلاف وثمانمائة طبعا لا نزيد صفر واحد آخر من هنا وصفر آخر من هنا ممكن نضرب هنا يعطيني 48000 48000 هل هي أكبر من 47180 الإجابة نعم وكي تكون الإجابة نعم أتوقف عن إضافة الأصفار ثم نحسب من هذه الجهة 023 عندي تلت أصفار إذن عدد أرقام حاصل القسمة العدد هو ثلاثة أرقام نجري العملية الحاسبة نشوف هل صحيح نلقى حاصل القسمة فيه ثلاث أرقام إذن أدنى 472180 قسمة 48 تساوي لحظة 985 233 أرقام بهذه الطريقة لن يخطئ التلميذ أبدا مهما كانت العملية ومهما كان القسم والمقسوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر